لازم تعطي البزنس حقها يعني ما لازم ضغري تفكري من أول نهار أنا لازم أعمل ربح كيف قدرتي أنك أنت تسق لمهاراتك بريادة الأعمال خلال هذا المشروع؟ سوفكرنا أنه لازم نلاقي طريقة المشروع بعده استيد ما فينا أنه بعد ما بلشنا نسكر يعني لما شاركته بهاي المسابقه هي كانت سبب أو بداية التمويل لنقول؟ أنا بعدني عم شوف أنه الكتاب بعده مطلوب أكتر من أي إيبوك ومن أي أوديو بوك هل برأيك دايماً رائد الأعمال لازم يلجأ لعمل هو يشغوف فيه؟ لا أكيد أنا بقدر أتخطى هذه الصعوبة أهلا وسهلا فيكم اليوم ضيفتي بالأساس هي معلمة ومؤلفة حبها للقراءة والكتابة دفعها لتبدأ بمشروع غير مألوف ولكن هدفه كبير هو توفير الكتب للقراءة بأسعار معقولة من خلال موقع بوك أنتس واللي بدأ بعام 2020 وبيضم حالياً أكتر من 20 ألف كتاب ب13 لغة مختلفة بالإضافة إلى أنه استطاعت بتوسيع عملها بافتتاح أول متجر فعلي ويعتبر ملاذ لعشاق الكتب ضيفتي اليوم غريس كريم تابعونا بحلقة جديدة من برنامج طموح معي أنا لنخضر مرحب فيك غريس معنا بحلقة جديدة من برنامج طموح وخلينا نحكي شوي عن حضرتك وتعارفين عن نفسك أول شي بدأت شكريك على الاستضافة الحلوة وعلى الفرصة اللي عطيتوني إياها لبو كأنس تلخبر العالمين نحنا وشو بنعمل أنا جيت على الإمارات سنة 2002 كنت عيشة في لبنان قبل وما كان عندي فكرة أبدا لا أشتغل ولا أفتح بزنس ولا أي شي بس في 1999 كان في عندي شوبيج مول أونلاين بلبنان كان كل شي بأوله كان عن الويب سايت الإنترنت الدفع كله كان بأوله واجهنا مشاكل كتير واترينا أنه نسكر سو بال2002 جينا لهون وكنت كتير مهتمة بتربية الولاد وبس وما كان عندي فكرة أنه أفتح بزنس تاني أو أي شي لحد ما أولادي صاروا بعمر أنه فاتوا على المدرسة صار عندي وقت فراغ صرت أعمل volunteering بالمدرسة ساعدهم بالreading وبالمعادس وهالأشي لحد ما اكتشفت أنه أنا عندي شغف بالتعليم صرت تعلم عربي لغاية العرب صرت تعلم فرنش وصرت تعلم class teaching بس تكون في معلمة غايبة أو راحين على كورس أو شي بعتوا وراي أنا أعمل cover صير أخذ مثلا maternity leave يعني 3 شهر أو أخذ أسبوع أو حتى لو نهار واحد سو بعدني لهلأ لأنه بحب هايدي الشغلة بعدني لهلأ بعمي cover لما يكونوا بحاجة لإلي ومثل ما ذكرت أنه شغفة لل languages خليني أنه اكتب كتاب بيعلم اللغة العربية لغير العرب لأنه حسيت الطريقة اللي بعلم فيها الولاد عم بحبوها عم بيلاقوا نتيجة سو قلت بعمي الكتاب لحتى ما أكون محددة بس بعدد معايا من تلميز خلي أكتر عدد يستفيد إن كانوا كبار وإن كانوا صغار كثير حلو طيب مننتقل هلأ لمشروعك book aunt كيف كانت البداية وهل كان العلاقة كوفيد بإنه خطرته يكون online shopping لا ما إلا علاقة أبدا بكوفيد لأنه هايدي الفكرة كانت عند شريكتي صامية وأنا نحن أول شي أصحاب أولادنا بيروحوا على نفس المدرسة كنا هيك عادينا عم نتسير إنه عم نقول قديش الكتب سايرة غالية ومنحس إنه في طلب لكتاب يكون سعره أرخص نحن عندنا الفكرة سوعة منحل مشكلة خلينا نجرب وكانوا الكل ضدنا إنه الكتاب عم بيموت وإنه هلأ كله رايح على الـ audiobook وعلى الإيبوك بس نحن قلنا لأ الولد لازم يحمل الكتاب بإيده الكبير بيوم بسط أنه يحمل الكتاب بإيده صحيح شراكنا بيبدأ في الشاركة اللي هو كان شراع هن اللي محضرينه واربحنا جايزة بقى حيد الجايزة خليتنا نحن نقول إنه لا فكرتنا مضبوطة وهلأ صارت لازم أنه نبلش وهيك صار هيدا كانت بشهر 11 لـ 2019 سو قبل كوفيد وما كان فيه أي شي بشهر اثنين بلشنا وبلش كوفيد فكرنا إنه لازم نلاقي طريقة المشروع بعده جديد ما فينا إنه بعد ما بلشنا نسكر قلنا شركة التوصيل ما وقفه شغل ونحن لأنه كنا عم نشتغل من بيتي أول فترة سو كان يتهينا علينا كتير ما تأثرته بالتسكير صحيح مواصلات سو صرنا نبلش لقينا إنه العالم كان بدأ استراحة من الشاشة سو صارت العالم تعرف فينا نعمل أدفرطايزين لقونا على الإنستغرام وعلى جوجل وصلنا نستقبل ونسلم على كل الإمارات وهيك بلشنا طيب نحكي شوي عن فكرة المشروع هل هي بتعتبرية فكرة خدمية أكتر من أنه هي فكرة تجارية؟ أكيد إيه لأنه إذا بنا نفكر بالأرقا ما بعتقد إنه في نهار لحنقدر نكون بوضع إنه ناكل ونشرب من بوك أنز هي الفكرة أكتر إنه نبت بلد كوميونيتي العالم عم بتحب إنه يجوا على المحل ويشوفوا كتب يلمسوا هالكتب ما في عنا هون حولينا ما في عنا هيد الفرصة بمحل منها النوع خاصة للكتب المستعملة سوالعالم تجي بتعرف على بعضها في عنا واتساب جروب كمينا اسمه بوك توك بتصير العالم تتبيدى الأفكار أي كتاب حلو ليش حلو طب ليش أنت بحبيت يه ليش هيدا الولد مثلا نقق هيدا الكتاب سوهي أكتر من إنه تجارة مع الوقت أنا مأكدة إنه هنوصل لمحل حلو مش مشكلة بس هلأ لأنه بعدنا ببداية المشروع بعده كتير بكير ونحنا كمينا منفكر إنه لازم تعطي البزنس حقه يعني ما لازم ضغري تفكري من أول نهار أنا لازم أعمل ربح بتصور إنه البزنس مثل ولد صغير لازم يكبر مع الوقت لازم التعميل حتى هو بس يكبر ويصير عدلت يحيجي وقت ويتعميك هو كمينا صح؟ صحيح طيب نحكي شوي عن التمويل كنت ذكرت إنه شاركت بمسابقة هاي الفكرة يعني لما شاركتوا بهاي المسابقة هي كانت سبب أو بداية التمويل لنقول؟ مية بالمية لأنه نحنا ربحنا ربحنا مبلغ 25 ألف ترهم ورجعنا شاركنا بمسابقة تانية من بانك الشارقة كمينا ربحنا 25 ألف ترهم تانية وشيراك إنه عطونا مثل منحة كرميل كوفيد 10,000 دولار سو هيدولي ساعدونا إنه نحنا نستأجير نستأجير مكتب أول شي وساعدونا كمينا إنه نحنا نبني الداتابيس تبعنا سو إحنا في عنا صوفتور خصوصي لقلنا كرميلة حتى نطلع الكتب أونلاين لأنه كل كتاب من هول 20 ألف كتاب اللي بتشوفيهم هلأ أونلاين كل كتاب طالع كل واحد لوحده لأنه اليوزر اللي عم يشتري هالكتاب لازم يشوف هو شو لح يتوقع أنه يستلم سو اللي بتشوفيه على الشاشة هو اللي لح تستلمي بين إيديك سو هلأ صرنا تقريبا حوالي 99 ألف كتاب مطلعين على هالسوفتور هيدا بعد عندنا منهم 20 ألف سو الفرق صرنا بيعينه من 2020 لهلأ سو الكتاب بعده عم ينبيعوا الكتاب بعده مطلوب طيب بالنسبة لخبراتك السابقة حسب ما حكيتي لي أنه ما في عندك هالخبرة بريادة الأعمال كيف قدرتي أنك أنت تسقلي مهاراتك بريادة الأعمال خلال هذا المشروع أول شي شريكتي هي جاية من باكراوند ريادة أعمال لأنه بايا عنده بزنسية كانت تعمت الديرة سو هي عندها الباكراوند وكمان أنه بنا نتشكر شراء لأنه هني دايما نواكبونا بكل شي سو بيعملو لنا بيساعدونا أنه بيعلمونا كيف نعمل إشياء إذا أنت بحاجة للشي كمان هني موجودين لحتى يساعدوك سو ما أثروا معنا لحد هلأ كمان طيب نحكي شوية عن وجود العائلة بحياة رائدة الأعمال كيف ممكن تأثر عليك من وقت للتاني وتشغلك عن أعمالك؟ أو ممكن تدفعك حتى أحيانا؟ لخبرك شي إنه نحنا قبل ما نكون بزنس أونرز نحنا أمات يعني أنا بعدني بصي الإبني على المدرسة الصباح نهاري بيخلص لما بيكون وقت إنه روح جيبه من المدرسة بس روح على البيت إذا كان بعد معي شوية وقت بقعد على البيسي وإلا بالمطبخ لحتى أطبخ سو قبل ما تكوني أنت ريادة أعمال لازم تكوني عم تهتم بعائلتك أول شي ونحنا مش بقاصلين لهون ولا هون بس الحمد لله أنه في عنا تيم عم بيشتغل معنا هني كتير عم بيساعدونا وفينا نتكل عليهم وإلا ما فيك تعمل كل شي لوحدك سو يعني عم نحاول أنه نعمل تايم مانجمينت بالإدرة اللي قدرين عليها طيب بالنسبة لتقييمك لسوق الكتب كيف بتلاقي سوق الكتب هلأ حاليا بخبرتك هلأ اللي عم تشتغلي عليها؟ أنا بعدني عم شوف أنه الكتاب بعده مطلوب أكتر من أي إيبوك ومن أي أوديوبوك هيدا أول شيء تاني الشيء في عالم راحت كتير بعيدة عن القراءة بس عم بيتعرفوا علينا من خلال الويب سايت ويشوفوا أسعارنا وبس عم بيجزرونا بالمحال عم بيحسوا أنه كأنهم من جذبين على القراءة مرة تانية لأنه بس تكون أنت عم تقرأ على السكرين لح يجيك إيميل لح يجيك نوتيفكيش من الواتساب لحدا يتلفن لك سوالح يكون عندك أنت وقتك كمي تايم تحتى أنت تقدر تركزي على قصة معينة عم تقرية هيدا واحد والاثنين بس تكون في عنا ستوري بده أكتر من دقيقة راية ما حتى يقوله شليده بقى يقرأ سو بس تكون أنت حاملة كتاب صار أنت جابرة حالك أنه يكون عندك عم تقري ما عندك ديستركشنز وليدك على جنب جوزك على جنب وكمين التليفون على جنب سو بتاع لقي فيها لهيدا القصة بدك تعرف شو بتصير بعدين بتصير أنت من دون ما تحسي عم بتتشجعي أكتر على القراءة وهيدا بتكون البداية وبعدين بيخلاص كتاب بيصير بديك شي تاني وإلى ما هنالك خحيح طب كل مشروع دايماً فيه له صعوبات مشروعكم شو هي أكتر صعوبات اللي أنتو كنت عم تواجهوها صعوبات ما بتخلص بعدها اللي هلأ موجودة أكتر صعوبة نحن من وجهها إنه الكتب تعبولنا أسعار كتير 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 رخيصة يعني عم تحكي في عنا كتب بدرهم عنا كتب بخمسة درهم ثلاثين درهم كتير 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 قليل اللي يكون عنا كتب بأكتر من ثلاثين درهم سو عم تقبضي بالدراهم بس كل اللي عم تدفعي بإلوفات الدراهم سو هيدا أكبر صعوبة نحن من وجهها بس يعني بتبيعي أكتر كتب بتوصلي لأنه تقدري أنت تعملي بالانس بين المدفعات وبين المدخول طب بالنسبة لتقييم أسعار الكتب كيف بيتم تقييم الأسعار؟ هلأ أنت إذا عندي كتب بتحبي أنه تبيعيهم بتقليلي أنا بتبيع هيدا الكتب بعشد درهم أنا بقبله للكتاب وبحط المارجن طبعي فوق سعريك وببيعه بس ينبيع أنا بترك هالمرجن وبعتيك العشد درهم هلأ ممكن كتابك تكون يمتو عشرين درهم مثلا أنا بغير السعر لحتى تكوني أنت مستفيدة يمكن يكون كتابك أنت إيلي عشد بس هوي ما بيسوها القدي لازم يكون أقل كمانا بقليك أنه هيدا كتابك بخمسة درهم بس مش أكتر بالإضافة لهالشي أنه نحنا بننصح السلر سابعولنا أنه ما يكون كتابهم بأكتر من عشرين درهم لأنه بدنا نكون بشكل أنه على القليل يكون الكتاب بخمسين بالمئة أقل من السعر اللي موجود فيه بالسوق طيب أنت كنتي حكيتين لي أنه جربت ألف كتب للتعليم الأطفال أو التعليم غير الناطقين باللغة العربية هل حاولت أنك تخوضي هاي التجربة بس بشكل آخر يعني أنك تبدأش تكتبي روايات أو قصص أو أي شيء له علاقة بالقراءة يعني بشكل عام وليس التعليمي خليني خبرك عن هيدا التجربة لأنه كتير بحبة أنا كنت بفكرة أنه هيدا الطريقة اللي أنا بعلم فيها بد أفوت فيها على المدارس حتى أغير لهم طريقة طريقة تعليم اللغة العربية بس كمانا هيدا الشيء طلع بشهر 11 لـ 2019 وبلشت كوفيد سو ما كان فيها أنا أفوت على المدارس هيدا واحد واثنين بلشنا بوك أنز وما معي حدا يساعدني بالمشروع طبعولي بس خلال هالسنة هيدا قدرت أنا أعمل كتاب تطبيقات يعني أنت الشيء اللي بتتعلمي من الكتاب الأساسي اللي هو الأحرف وكيف تتعلمي القراءة بالطبيقية بهيدا الكتاب اللي هو كله كلمات متقاطعة سكرامبلد وردز كله إشياء هيكة تدريب تدريبية بس بشكل ألعاب حتى الولد يتحمس يكون هو عم يتعلم من دون ما يكون عارف حاله وإنه هو عم يستفيد هلأ من بعد هيدولي أنا عملت ثلاث قصص هيدولي القصص هني كتير صغار وقصار حتى يعلموا القواعد يعني عملت واحدة بتعلم المذكر واحدة بتعلم المؤنت واحدة بتعلم الجملة الفعلية سو هيدولي قصص بس على صعيد صغير كرميل لحتى الهدف إنه أنا عم بعلم القواعد لأنه نحنا لغتنا هي قيمة على القواعد وهيدا الشيء منه موجود بالإنجليش مثلا اللي هو أكتر لغة تنحكى بالعالم مشان هيك ما فكرت إنه أنا فوت بقصص لأنه مش هيدا هدفي وشي تاني إنه بلش تكبر بوك أنز ما عاد في عندي وقت إنه أنا ركز على هيدا الشيء وما عاد حدا يساعدني سو هلأ أريد وقف محل ما هي سو خمس كتب إن شاء الله هيك مع الوقت بس بوك أنز سير أكتر مستقلة يقدر أنا ركز على هيدا الشيء وأعمل شيء أكبر نتمنى لك التوفيق أكيد طيب بالنسبة لبوك أنز هيدا المشروع الصغير شو حلمك إنه يوصلوا شو أهدافك لأله؟ نحن أول شيء في عنا هدفين أول شيء بدنا نشجع على القراءة أكتر وتاني شيء بدنا نشجع على استعمال الكتاب المستعمل لأنه بس تقول كتاب مستعمل إنه يه منزوع يه مجوى يه وراءه مخزئين لا بالعكس في عنا كتب بس يستلموهم اللزبونات طيب قولنا بقلولنا قتب أكدين هيدا كتاب مستعمل هيدا كتاب جديد يعني أنت بس تقري الكتاب مرة وحدة أكيد لح يضلوا بعده جديد وبطاقته يعني بقى مشير هيكي نحنا هدفنا إنه نكون موجودين بكل بيت قارئ بالإمارات سو بس تفكري كتاب فكري بوك أنس أول شي بعدين إذا ما لقيته عنا بتشوفيه محال تاني وإن شاء الله نقدر نتوسع ونصير بالدول اللي حولينا كمانا طب نحكي شوية عن التسويق شو هي القنوات اللي انتو بتلجأوا فيها للتسويق طبعا هل لو جأتوا للسوشال ميديا؟ بما أنه نحنا أونلاين أكيد أول شي هو السوشال ميديا من هلأ حاليا بس أحطي نقاذ على جوجل بس كنا قبل أكتر إنستغرام وفيسبوك لأنه من هونيك بتفوت دغري دايريكتلي على الويبسايت طبعا بنعمل نيوز لترز كمانا مرة بالشهر تحتى نخبر شو في عنا إشياء جديدة شو هنالكتب الموجودين اللي بيحب وعم نعمل كتير نشاطات عنا بالمحال يعني مثلا عنا بوك كلابز عنا إيفانت عنا ألعاب من خلال الكتب عنا بعد بـ 21 الشهر لح بيكون في عنا إيفانت موفي نايت من خلال كتاب رول دال ماتيلدا و تشارلي عن ده تشوكليت فاكتري ولح بيكون في كتير إشياء حوالى هيدا الموضوع سو بنعمل كتير نشاطات كله حوالى أنه نشجع على القراءة طب هل برأيك نجاح مشروعكم يكمن أنه دايما بتوفير البديل الأرخص؟ هي هيك بلشت الفكرة أول شي بس مش بس هيك في عندي كتب كمانة ممكن ما بقى تلاقيها بالسوق لأنه صارت كتير قديمة بتلاقيها عنها بس مش عم بحكي مش عم بحكي عالكتب النادرة اللي صار حقها بالإلوفات لا عم بحكي عن عنوين ما بقى عم تنطبع بس بتلاقيها موجودة عنا يعني فيه أشخاص بيحكونا من برات الإمارات إنه هيدا الكتاب صار إلي قدي عم نبيش عليه وما عم بلاقيه لأيته عندكن صو بيدفعوا ثلاث أربع مرات أكتر من حق الكتاب بس لأنه في عنده شي زكرة عندهم صو ما عندهم مشكلة إنه يدفعوا صو لا مش بس كرمال هيك كرمال إنه في كتب ما سأبقى بتلاقيها بتلاقيها عنا ممكن ممكن أي ممكن لا طيب من تجربتك بما أنه ذكرنا أنه أنت بالأساس كنت بتحب القراءة والتعليم وهذا المجال هل برأيك دائما رأيك الأعمال لازم يرجع لعمل هو يشغل فيه؟ أنا بقول إنه إيه لأنه لازم تكون كتير عندك patience ما في شي بيجعل هين سو إذا أنت كنت مش حاب الشي اللي أنت عم بتعمليه دح توصل للوقت وتقولي أنا استسلمت وابق فيه كمل إذا كنت أنت شغوفة فيها هيدا الشغلة وحببتها قد ما يكون عندك صعوبات بتقولي لأ بكرة أحلى لأ أكيد أنا بقدر أتخطى هيدا الصعوبة سو أنا بعتقد إنه إيه لازم نكون شغوفين بالأشي اللي عم نعملها وهلأ رح ننتقل لفقرة بتتعلق بشخصيتك وقديش أنت بتتصفي بهاي الصفة اللي حأذكر لك هتا شوف إسأل أحننجح بهيدا التاست لا تنجحي أكيد بالنسبة للجرعة كم من عشرة بتتصفي فيها؟ أنا كتير جريئة من عشرة؟ في أقول تسعة شو عملتي شي جريئ بحياتك تجربة وحسيتي حالك إنه إيه أنا جريئة فعليا لما بلشت كوفيد كان في عندنا شك إنه يهالتورة مناخد بريك بعد ما بلشتها حتى ناخد بريك سو قلتلى للشي كتير تعرفي شو كوفيد منه جاي نهار ونهارين خلينا نكمل إيه خلينا نكمل وأنا دايماً أفكر بطفولتي إنه أنا ربيانة بالحرب سو دايماً عنديك أنسرتنتي نهارك ما بتعفق إذا لا حيكمل أما لا سو قلتلى ستعمل إذا بديك مثل مقارنة على هيدوليك الأيام قلتلى هيدا منه نهار ونهارين إنه لازم نكمل بعتقد إنه هيدا كانت خطوة كتير كتير جريئة وكانت عن جد إنه منك عارفة إنتي لوين رايحة سو هيدا اللي بتجي على بالي طيب بالنسبة للحذر كم من عشرة بتتصفيفية؟ أنا مش منيحة بالحذر هيدا بترك ليها لصحبتي سو أنا فيك تقولي يمكن تلاتة مش كتير حالي هي شوي مرتبطة بالجريئة بتوقع أنا الواحد لما بيكون جريئ بيكون أقل حذرا مئة بالمئة يعني إذا أنت مثلا إجاكي أي مشروع جديد أو أي فرصة جديدة هل من الممكن أنك تبدأ فيها بدون ما تاخدي عواقبة؟ آه لا مش لهذا الدرجة لا دايما بوك أنز بدا تكون أول شيء بالرغم من أي مشاريع جديدة بس أي شيء بخص بوك أنز مثلا بدنا نفوت ببارتنرشيب أو دغري بقول إنه إيه خلينا نجرب ليش لا وشريكتي هي الحذرا سو هي اللي بتهتم بالتأخد الإشياء الريسك أي هي تمام طيب بالنسبة للمغامرة كم من عشرة؟ كمان فيه يقول إنه تسعة أوكي في عندك مغامريات خطية من قبل؟ مش عم بقتير أتذكر شيء هلا لازم أعطيك مثال فينا نتخطأ؟ فينا نتخطأ دون توري طيب هلا أنا حاسألك سؤال شوية ساري هل كان للصدفة دور بهذا النجاح؟ أنا بقول الصدفة كلها هي سبب هيدا النجاح لأنه مثل ما قلت لك لما عرفنا فيها للمسابقة عرفتوا بالصدفة؟ بالصدفة عرفنا تلفنت لي سوميا قالت لي نهار المسابقة هي على ثلاثة أيام كانت موصلة ابن الصباح الساعة سبعة بتعرف إنه في عندنا بيتش بدنا نقول لها شوية عن البيتش دقيقة شو فينا نحكي بدقيقة ما بعرف كيف بدنا نوصل فكرة بدقيقة ما فيك تتخيلي قدي فيك تخبري بهالدقيقة هيدا كان فيه تقريبا حوالة الميت برودجيكت مختلفين نحنا كنا شورت لستد نحنا و14 فكرة تانية سو كله هيدا كان صدفي طيب بالنسبة لصفات اللي كنا عم نحكي على صفاتك الشخصية بس أنت برأيك شو هي الصفة الأساسية اللي لازم تكون موجودة بالشخص اللي حابب يبدأ مشروع أول شيء الباشن هيدا أهم صفة لأنه هي بتخليك إنه تكملي لازم تطلعي أنت لين رايحة يعني تتعرف على رؤوس الأقليم طبع كل شيء بخص البزنس إذا معك مساري فيك هيدولي تتواصفيهم وهن بيجبوليك الريزالت إذا أنت عم تبلش ببجيت صغير لازم أنت تتعرف عليهم قبل ما تبلش الخطوة الكبيرة طيب هلأ حننزل لفقرة السوشال ميديا وقديش أنت بتتفاعلي مع السوشال ميديا سواء شخصيا أو حتى خلال عملك على حساباتك على السوشال ميديا هل أنت متفاعلة مع الفولوورز هل أنت بتورجي عملك خلال السوشال ميديا الخاصة فيك نحن دائما موجودين وراء الشاشة وبعتقد هيدا الشيء بيقرب الزبين تبعولنا لأنه دائما نحن موجودين بالفيديو دائما نحكي معهم نطلع أونلاين بنعمل بوك أوكشن مزيد علنة للكتب أونلاين سو نحن دائما موجودين بالواجهة عم بيحكي هوني كبوك أند دائما دائما عنا أشخاص بيتواصلوا معنا ومنرد عليهم نحن أنا وصوميا منرد على السوشال ميديا بس على الصعيد الشخصي من كتير أكتف يعني مش أنه كل يوم بحط إشياء بس هيك بالمناسبات بحط إشياء على البرسونال أكاونت تبعولي وقائي دائما بتطلع أنه شو عم بيصير عند أصحابي عند الأشخاص اللي أنا بعملهم عند الأكاونتس البقيين اللي ممكن أنا أعمل معهم أو استفيد منهم أكتر منصة بتستخدميها شخصيا وحتى بعملكون الإنستغرام بتلاقي أكتر شي متداولة أتوقع بمنطقتنا بتخيل وبالنسبة للفئة يمكن اللي أنتو بتستهدفوها اللي هي الشباب والصغاري صح صح طيب حكيتي أنه أنت استخدمتوا التمويل من بعض الجوائز يلي حصلتوا عليها هل برأيك أصبح الآن تأسيس المشروع أسهل بالنسبة لرواد الأعمال؟ مية بالمية لأنه صار في كتير منصات موجودة بالإمارات بتساعدوا بتشجع بتشجع الأفكار الجديدة وبيساعدوك من خلال الكورس اللي بيعطوك إياهم الworkshops وهي دولي وحتى كمانا من خلال أنه يعطوك أنه مشاركة المسابقات أو يعطوك منح أو بأي طريقة من هالنوع بتخيل أنه صارت كتير أحيان يعني إذا أنا بدي آرين لما بلشنا بال1999 ومن لبنان ما في آرين كتير الأشياء مختلفة بين هلا أو بين قبل طيب شو هي الخطة المستقبلية لمشروع بوك أنت؟ منحب أنه يكون اسم بوك أنتز موجود على كل رف طبع كل شخص بيحب أنه يقرب والأشخاص اللي ما بتحب تقرأ منحب أنه نشجعهم أنه جاربوا أروا كتاب ونحنا منساعدكم أنه تنقوا هيدا الكتاب وإذا بنا نحكي على سعيدة التجارة منحب أنه نشوف حالنا عاملين كولابوريشن مع كوفي شوب مثلا هنه بيهتموا بالكوفي شوب نحنا منهتم بالقراءة لأنه بيمشوا مع بعضهم سو بنحب أنه نكون موجودين بهيدا الإطار لأنه هلأ حاليا عم نشتغل أردي مع المدارس نشتغل مع الشركات كمانا ومنحاول أنه يكون في عنا بوك شلف بكل كوفي شوب موجودة بالإمارات سو هوبفولي منوصل له هون بالمستقبل القريب كتير حلو طيب أنا في سؤال هلأ خطر لي بالنسبة للأطفال كنتي عم تقولي أنه يلي ما بيحب القراءة منشجعه دايماً هي هذا الموضوع بيبدأ من الصغر صحيح؟ فأنتي كيف من خبرتك ممكن أنه تعطي نصيحة لحتى نحن نشجع الأطفال أنه عن جد يقروا ما يكون الموضوع أنه هو بس اشتروا الكتاب وينحط بالرف أنا بتخيل أنه أول شي لازم يبلشوا من الأهل يعني بس الولد يشوف أمه وبيه عم يقروا هو إشباري حياخد كتاب ويقرأ كمانا سوأول خطوة أنه يشوف الباقيين عم يقروا يكون في كتب وينما كان بالبيت يعني بيقولت النوم يكون في كتاب بيقولت لقود قط الألعاب دايما يكون فيه استراحة ناخد كتاب نقاط نحن والولد يخلي هو يحكي القصة من الصور اللي بيشوفها بهالكتاب هيدا هيدو اللي بيشجعوا للولد أنه يقرأ فينا إذا فيه عنا خيال بنقدر نحن نبلش بقصة معينة بنعرف أنه هيدا الكتاب موجود مثلا منبلش بالقصة معه للولد وقبل ما نوصل للنهاية منجيب هيدا الكتاب ومنقرأ القصة نحنوية هيكي بيتحمس أنه يشوف الصور لحتى تشتغل المخيلة عنده هو كيف شو كان عم يتخيل لما أمه كانت عم تخبره وشو الحقيقة طبع هالصور هيدول الموجودين بهالقصة طيب بالنسبة لنصيحتك لرواد الأعمال اللي حابين يبدأوا بمشاريعهم شو بتنصحيهم؟ أنا هيدا شغلة كمينة I believe in it بقول أنه ما تخلوا المساري تكون هي هدفكم المساري لاحتجة مع الوقت يمكن تاخد خمس سنين يمكن عش سنين بس لاحتجة إذا نحن عم نشتغل صح لاحتجة إذا نحن عنا الشغف عنا الطموح بدنا نوصل أكيد شكرا كتير لأليكو بتشكر حضورك معنا جريز كانت حلقة كتير حلوة مارسي على الاستضافة thank you وبتوجه للشكر لكم مشاهدينا على المتابعة وما تنسوا تابعوا قناة ومنصة المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وحملوا تطبيق المشهد لمتابعة كل حلقات برنامج طموح إلى اللقاء